موسيقى مساء الخير أين المرأة من تحولات العرب موضوع أبعاد لهذا المساء هذه تحولات بدأت منذ سنوات تحولت إلى مأساة في بعض الدول لكنها بشكل أو بآخر أدت إلى تحولات في موضوع القوانين والتشريعات لدى شرائح كبيرة اجتماعية وخصوصا لدى المرأة وموقعها نتحدث عن الموقع في تونس أو في المغرب أو في بلدان أخرى هذا المساء نحاول أن نستكشف أن نستطلع أيضا عدد من الخبيرات أو الخبراء في هذا المجال أستاذ ندا حتيت وهي كاتبة وإعلامية أستاذ هدى الرشيد روائية وإعلامية أيضا سيكون معنا من عمان أستاذ إنعام العشي المحامية والحقوقية سيكون معنا أيضا من الرباط الإعلامية والناشطة أستاذ مونيا المنصور ومن تونس الناشطة في المجتمع المدني الأستاذ فاطمة كمون كل ذلك بعد الفاصل أستاذ هدى الرشيد أهلا بك طبعا حضرتك روائية وإعلامية سعودية لك تجربة فريدة طبعا الكل يعرفك ويعرف صوتك على البي بي سي لكن تجربتك في موضوع التمرد على المجتمع السعودي خصوصا أن تخرج هدى الرشيد وتصبح إعلامية في لندن طبعا لهذه حكاية كبرى هل حاليا عندما تعودين إلى السعودية تعتبرين أن هذا من الزمان القديم أما زال هذا المجتمع عندها الحساسية من دور المرأة ومن تفردة وتمييزها أيضا؟ أولا أشكرك على التقديم الجميل وشكرا بالنسبة لكلمة تحدي أنا لما أتحدى أنا حاولت أن أحاقق طموح والحمد لله نجحت والآن سؤالك أنه هل هو زمن قديم هو قديم وحديث لأن الفرج اللي أنا كنت في المملكة ورجعت من حوالي سبع أيام ستة أيام لقيت فرج كبير يعني أثلج صدري شعرت بالظلم أنه يعني في الزمن اللي كنت فيه كان كان فيه كفاح ما هو تحدي لكن كفاح الآن طبعا صار كفاح قبل ما يصير التحول هذا اللي رأيته يعني من دخول المطار وأنا أشوف سيداتي عملنا في الجمارك والتفتيش وخلافه فهذا كان شيء غريب علي لكن أفرحني أسعدني ويعني قلت حلقتهم وشكرتهم أستاذ هدى هذا غريب أنه سابقا كنا نعتبر كان القول عندما كنا نزول السعودية كان دائما يقال لنا أن المجتمع غير جاهز وأن المجتمع لن يقبل بهذه التحولات والله ما رأيته يعني يعتبر أن المجتمع كان جاهز وما صدق أنه يحصل هذا التغيير لأن الناس مرتاحة أكثر الجو تحس فيه أن الشباب مرتاحين دخلنا جهوة أنا وثلاث نساء قهوة شباب يباشروا الشغل لكن اكتشفنا أنه صاحبة القهوة امرأة وهم يعملون تحت امرتها وسعداء هل في جدل داخل العائلات السعودية مازال محافظ مازال خائف من هذا التحول أعتقد فيه جدل لابد أنه يكون فيه جدل لكن يختلف من منطقة الأخرى من عائلة الأخرى وحسب النظرة أصبح الموضوع أنا إيش عجبني في الموضوع أنه الحرية الشخصية أصبحت هي السائدة فبين العائلات ناس ترفض ناس تقبل هذه حرية شخصية ومتروكة للجميع أنه يقرر أستاذة نضح حضرت الكاتبة وعالمية طبعا أذكر بأنه سجلت فيلم روائي فيلم وثائقي وطبعا هذا الفيلم أخذ جوائز وهو يتعرض أو يتناول موضوع المرأة شهر زادات لبنان أعتبر وطبعا لمسألة عند اللبنانيين كثير مهمة هي مسألة المرأة ومسألة تجنيس أولاد المرأة اللبنانيين متزوجة من غير اللبنانيين وهذه يعني تعتبر بي مزدوجين كارثة في لبنان في هذا المجال لكن حضرتك في مراقبتك لهذه التحولات الحاصلة في المنطقة خصوصا أن هذه التحولات أتت بعد فترة اسمها أصولية وداعش وتطرف وإذا هذا العالم يتحرك هل يتحرك بالاتجاه الصحيح وهل بالإيقاع المطلوب أيضا أولا شكرا جزيلا للإستضافة في هذه الحلقة وأشكر قناة الغد العربي والشكر موصول للضيفات للمشاركات معنا في هذه الحلقة أيضا الحركات النسوية برأيي ما زالت غير مقتملة لأنها منقولة عن الغرب وخصوصا أن هذه الحركات النسوية تحاول فصل النضال الوطني العام عن النضال النسوي ولا أعتقد أن هناك أي تحرر للنساء إذا كان الوطن مقهور وإذا كان الوضع كما هو في فيلم شهر زادات لبنان أردت أن أوصل رسالة معها أردت أن أقول أن أولا تتفق معي لماذا فكرة الفيلم أساسها؟ شهر زادات لبنان لأنه دائما بعتبر أنه المرأة اللبنانية عندها خصوصية ما ما بتشبه كثير النساء العربيات بمعنى أنه المرأة اللبنانية هي متحررة على مستوى الشكل على مستوى الملبس على مستوى علاقة بالآخر على مستوى مجاهرتها مثلا المرأة اللبنانية بتطلع الإعلان بتجاهر أنه هي مع المساكنة أردت أن أقول أن الحرية بالنسبة للمرأة اللبنانية هي حرية بصرية وشكلية المرأة اللبنانية متحررة في اللبس لأقصى الحدود وبالنسبة أكيد للنساء العربيات الأخريات المرأة اللبنانية متحررة في علاقتها مع الذكر بالنسبة للعربيات الأخريات أستسني هنا تونس شوي ولكن أرى دائما أن المرأة اللبنانية هي حرة فقط كما ذكرت لك بالشكل في الحقيقة هي تكاد تكون مواطنة درجة 100 بالنسبة للقاونين والتشريعات وهذا اللي أردت أقوله بفيلم لدى الرأي العام العربي ويعتبر أن هذه المرأة متحررة لنكتشف أن القوانين لا ليست متحررة نا نكتشف أنها أشبه يعني مشاركتها مجالة متواضعة سواء في البرلمان أو في الحكومة سأعود إليك في القسم الثاني سنعرض مكتطفات من فيلمك الذي كان لافت لبنانيا وكان لافت على المستوى الخارجي أيضا سنشرك معنا من الروات الأستاذة مونيا المنصور إعلامية وناشطة مدنية أهلا بك أستاذة مونيا أريد أن من المغرب أن تقيم لنا وضع المرأة عندكم هناك تقييمي لوضع المرأة في بلد المغرب لا يمكن أن يركي إثنان أن هناك تقدم على الأقل على مستوى ترسان القانونية وعلى مستوى جهود الفاعلين المدنيين إلا أن هذا التقدم لم يواكبه تقدم من آخر تقدم سوسيو ثقافي تغيير على مستوى العقليات والدهنيات في النظرة إلى المرأة وأدوار المرأة في المجتمع حتى بعد الحراك الذي حصل عندكم أستاذة مونيا حول حص الحراك كان جزء من حراك الربيع العربي بشكل أو بآخر هل تغير هذا الوضع؟ هل تقدم؟ هل تراجع؟ تكلمتم عن الربيع العربي المرأة قادت مجموعة من المسيرات المرأة قادت التغيير وساهمت فيه بفعالية صعب أن نتحدث عن تراجع لعل الأمر يمكن أن نقول تجاوزا أن الأمر بقي على ما هو عليه بالعكس كما قلت أن الوطائق القانونية عرفت تقدم المرأة تقلدت مناصب عليا في إطار تمييز الإيجابي الكوطة المرأة دخلت للبرلمان البرأة أصبحنا نشاهدها في تشكيل الحكومية المغربية بفضل هذا التمييز الإيجابي صعب أن نتحدث عن تراجع هناك جهود قوية لكن سواء كان تقدم أو تراجع أستاذة مونيا فهذا الموضوع في المغرب هل كل ذلك؟ هل وضع العزال مرتبط بثقافة المغرب أم بتقاليده؟ أم بالدين أيضا في هذا المجال؟ ديني تقافي سياسي يبدو أنها أمور مرتبطة وكل يلقي بدلاله على الآخر تغيير لا يمكن أن يأتي دون تربة سياسية وتربة اجتماعية ملائمة أكيد أن الديني والاجتماعي يؤثر كلاهما يؤثر في الآخر لا يمكن أن نحلم بتغيير سياسي أو سياسة عمومية تنهض بوضع المرأة دون تغيير البنى الاجتماعية وتغيير العقليات ومساهمة الديني في هذا الركم لأنها كلها متدخلة لا يمكن أن نفصل الآخر أحد عن الآخر أستاذ أمونيا المنصور ابقي معنا سنعود إليك بعد قليل أنتقل إلى عمام أستاذ أنعام العشي وهي محامية وحقوقية في الأردن سيدة أنعام كيف تقيمين الوضع حاليا؟ وضع المرأة نتحدث فيما يتعلق بوضع المرأة الأردنية أنا أعتقد أن هناك إنجازات حقيقية تحققت خاصة فيما يتعلق بالجانب التشريعي لأن هناك مراجعة دورية للتشريعات وتم إضافة نصوص في منتهى الأهمية وإلغاء نصوص في غاية الخطورة فيما يتعلق بأوضاع النساء لكن هذا تغيير حصل ما بعد التحولات التي حصلت في المنطقة طبعا الأردن كان جزء من هذه التحولات فيما يتعلق أنه وضع النساء بالأردن أنا زي ما حكيت سابقا أنا أعتقد أنه خطط المرأة الأردنية خطوات كبيرة وإذا أخذت مثال المرأة تحت قبة البرلمان بلشنا بامرأة واحدة يعني نائب واحد كانت موجودة أيام توجان فيصل لكن بعدها كانوا 6 مقاعد بعدين صاروا 12 بعدين 15 حاليا عندك 20 امرأة فإذا تطلعت أنت من ناحية رقمية فأنت بتشوف أن النساء تخطو خطوات جيدة بهذا الاتجاه هي أعتقد أنه أوضاحها جيدة لكن فيما يتعلق بالربيع العربي وأثره نحن عدينا هذه المرحلة بشكل جيد بخطوات إصلاحية أعتقد أنها جيدة وإن كانت غير كافية لكن في الأردن نسأل في مجموعة من الدول هل أيضا في الأردن هذه المعوقات لها علاقة بتقاليد وثقافة الأردن أم لها علاقة بمعوقات أخرى قد تكون دينية مثلا في معظم البلدان الثقافة المجتمعية والثقافة الدينية لها بصمة واضحة جدا فيما يتعلق بالنساء وحقوق النساء وإذا حكيت عن المنطقة العربية وإحنا كأردن جزء من المنطقة العربية بالتأكيد الثقافة المجتمعية والجانب الديني والتفاسير الدينية لها دور كبير لكن هي بنسب أيضا وإحنا هذا جزء من الثقافة في كثير من أشكال العنف التي قد تمارس على النساء منبعها ثقافي اجتماعي منبعها تفاسير دينية خاطئة غير صحيحة وكنا شفنا بالأول الأخير الموجودة التطرف التي كانت بتقصى النساء وبتحجمهم وبتلحق فيهم الضرر كانت ناجمة عن سوء استخدام النصوص الدينية أو لو يعنق النص بشكل غير صحيح يعني هذا بشكل مجاز أستاذ نعم أستاذ نعود إليك أستاذ هدى في هذا الموضوع هل هذا التحول السعودي نتحدث عن السعودية حاليا هو السعودي بمعنى بيته وداخلي لكنه في نفس الوقت هو ينظر إلى هذه التجربة اللبنانية تجربة في تونس تشريعات الحصل مؤخرا هذه القوانين التي تعادل في الإرث بين الذكر والأنثى هل هناك تأثر خارجي أم أنه لا السعودية تريد إصلاحا داخليا يبدأ من البيت السعودي أعتقد أن الجملة الأخيرة هي الصحيح السعودية وصلت إلى مرحلة أنها تريد التغيير تريد أن تقدم للشعب شيئا جديدا فهذا اللي حصل والشعب متعطش لهذا الشيء فهذا يعني خدمة وهي والشعب متعطش لها فما أعتقد وإلا كان من زمان صار هذا الكلام لم يحدث إلا في السنوات الخمس الأخيرة فدليل أنه أنه التحول جاء طبعا قبل التحول كان فيه يعني هل سأضفت تربة تربة للتحولات هذه نساء يقدن سيارات للسيارات أنا لم أرى يعني بعده هذا منظر نادر لا أنا لم أره بس نساء كثيرات قالوا سترينه بس لم يصادف أن رأيته لأكون يعني صادقة معك لكنه موجود أستاذا نبدأ في تجربتك في خارج لبنان طبعا خرجت من البيئة اللبنانية على مستوى النساء والتقيت بنساء العرب في هذه المنطقة هل أولا على مستوى الصورة هل فوجئت بأن الصورة مختلفة متقدمة أو متخلفة وهل اعتبرت أنه لا في نساء عرب أو في شروط للنساء العرب هم متقدمين أكثر مما هو معروف في لبنان أولا بدي أحكي مقولي بحبة للكبير أحمد شوقي كلنا في الهم يشارقه الوجع النساء يكاد بيشبه بعضه أستاذ محمد وجع هو وجع لكن أنا بدي أخد دايما اللبنان نموذجا لأنني لبنانية بعتبر أنه أسوأ شي إذا بدك تحكي عن الحرية أسوأ شي عم تتمثل عند المرأة اللبنانية لأنه المرأة اللبنانية بتعاني من هذه الشيزوفرانية بتعاني من هذه الإنفصام بتعاني من هذه أنه الشكل ما بيشبه المضمون يمكن بالنسبة للنساء العربيات الأخريات ما في هذا الشيزوفرانية بتلاقي المرأة السعودية الشكل إلى حد ما متقارب مع المضمون في لبنان مختلف بتلاقي مرأة جدا حرة جدا ليبرالية وبتقبل أنه الزوجة يتزوج عليها بتلاقي مرأة جدا حرة بتشرب بتطلع بتقبل بالمساكنة وبتقبل أنه إذا طلق زوجة أنه الحضانة تروح ليد الرجل يعني بتقبل أنها تتخلى عن ولادها عرفت شو قصدي يعني بعتبر أنه المرأة اللبنانية هي كيف بدي عم تحمل الأشياء يعني هي دايما لأنه محكومة بالخوف فدايما عم تاخد الأشياء بالنص مثلا قال لك شو قصدي محكومة بالخوف المرأة اللبنانية بتخاف من غضب الرجل لأنه الرجل إذا غضب بيطلق الرجل إذا غضب بيطلق والحضانة بيد الرجل وخصوصا في بعض المحاكم التعسفية وانت بتاع شو قصدي قوانين مشحفة بالنسبة لكلنا كلنا في الحمد شرق وغرب لأنه أنا حرجع لك من البداية البدايات إذا يعني طبع الإنسان الغربي أولا ثم انتقل إلى العربي بأنه المرأة هذه خلقت له لمزاجه لحاجاته هذا في العهد القديم وفي العهد الجديد ثم نقلنا إلى المعنى الديني عندنا وهو ليس موجود فالكارثة مرأة والرجل لا الكارثة قبول المرأة بالتالي يعني أنا بتجاه التطرف أكتر أستاذ لا أنا بلاء فنتوقف مع فاصل سنعود بعد قليل أولا سنعرض مقتطفات من فيلم الأستاذة نادا وسيكون معنا طبعا ضيفة جديدة من تونس أستاذة فاطمة كامونو ينشط في المجتمع المتالي بعد الفاصل عود إلى موضوعنا هذا المسافي أبعاد أين المرأة من تحولات العراء طبعا أريد التذكير بالفيلم الوثائقي الذي أنتجته وأخرجته الأستاذة نادا حتيت شهر زادات لبنان شهر زادات لبنان وبالتالي لهذا الاسم معنى معين بمعنى تذكر بهذا التناقض ما بين شهر زاد وشهر أيار بهذا الشكل لأنه دايما بشوف ما سبقه وخبرتك أن المرأة اللبنانية امرأة جميلة متحدثة لائقة حاضرة ولكنها في الحقيقة أو تحت الجوارير مثل ما نحن نقوم في لبنان تكاد تكون جارية مثلا شهر زاد كانت تحكي وتسلي الزكر لحتى تأجل موتها والمرأة في لبنان مجرد الفيلم كان تركيز على الوضع الزانوني المتعلق بأولاد المرأة المتزوجة من أجمد لا 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 الفيلم تناول أربع قضايا شائكة في المجتمع اللبناني الحضانة الجنسية أن المرأة اللبنانية لا تمنح أطفالها وزوجها الجنسية الزواج من الضحية إذا الرجل اغتصب امرأة وتزواجها فتسقط عنه العقوبة وجرائم الشراف وتناولت قضية منالعاص اللي أثيرت هذك الأسبوع مرة تانية وكيف أتل زوجها وانحكم ثلاث سنين وعشر حتى يكون عندنا فكرة عن هذا الفيلم نعرض مقتطفات من فيلم شهر زاد شهر زادات لبنان بدي أخد جنسيتي غصب عنه انقالوا ايه وانقالوا لا كلبة شموني قدام الكل قدام العالم أنا نزلت متهمة اني جريمتي انه أنا أم هذا القانون عنا بهالبلد كعنه طول مرتك بـ 93 فتطلق قول عنا بالصفات المنميحة بدي يعني يستيزواجني يتقعص يتحدث يتقعص 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 أنه يخرب لحياتي زوجي تزوّج وطلب عليه وهو قريدي مزوّج وهو صار عنده ولد هو ما عنده مشرك اللي همه ياخد هالصبي إن شاء الله بيحطه وين ما حطه عند أمه عند مرته إن شاء الله بيحطه بضار أو بميتم مهم إنه هو بده ياخد الصبي منه دلت أمي تخصل شهر على إيدها بسبب أنا لو عطوني الجنسية كنت أمي بألف خير كنت عملت العملية وخلصت زينة بحلّق أحليك منك وأبوك شو هدو يعني شو شو عم بطال بسيش بني الجنسية جو ولي بدي أقل لك بنتيك دعي بدي أقل لك بنتيك تخيلني إنسان عم يتعل بدي أقل لك بدي أقل لك بنتيك لقيت الفصولية بالأرض وبيت الفصولية وضع وبيت ماي بديتها وعدها بسها جابني قال لي بدي أقل لك والله لأقل لك قدام عيوني أو أحاول أني أوقف بوج سلطة مثل ما هي لقيت أن الوقفة قدام بوج عائلتي هي شغلة سهلة يعني ما فينا روح أوقف بوج سلطة وأنا عم بعمل غصمنا عن الأشياء بعائلتي الصغيرة لا أنا لازم بس كون متحررة وبيقلب بيتي وبعمل كنشي يعني فاردة شخصيتتي واسمي وصورتي وشكلة شكلة مثل ما أنا بدي أياه وأفكاري مثل ما أنا بدي أهم بقلب عائلتي الصغيرة ساعة بروح بواجه سلطة الفيلم نال جوائز لكن لم ينال حقه حتى الآن يبدو هل حرك شيء في الداخل اللبناني على هذا المستوى؟ أكيد أكيد وهناك مطالبات من عدة جمعيات أنه أعرضه أعمل حوالي دقاشات وهيك هل في فيلم آخر بهذا المجال؟ نعم هذه معركة معركة شخصية معركة شخصية وخصوصا موضوع الجنسية محمد لأنه موضوع الجنسية يمكن المشاهدين ما كثير بيعرفوا أنه المرأة اللبنانية بتقدر تعتج جنسية بحالتين سبقوا وحكينا أنا وياك قبل الهوى بتقدر تعتج جنسية بحالتين إذا كانت إذا أنجبت طفل غير شرعي فبتعت الجنسية لهذا الطفل وإذا كانت متزوجة سابقا من رجل لبناني واكتسبت الجنسية اللبنانية وطلقها هذا الرجل ورجعت تزوجت من رجل تاني أجنبي وأنجبت منه أطفال وتوفي هذا الرجل وأولادها قاصرين فبتعتولادها الجنسية يعني إذا المرأة لبنانية قد اكتسبت الجنسية اللبنانية بتعتولادها القصاري الجنسية نعم في الوقت اللي إذا مرأة مثلي اللبنانية بالأصل عفوا على هذه الكلمة أنا أولادي مش لبنانية زوجي غير لبناني ما بقدر أعطي أولادي الجنسية ما بعرف كيف المواطني مثلي بدي حس بهذا الانتباق لبلد بفضل المواطن المواطن اللي اكتسبت جنسيتها من زواج رجل لبناني أفضل من يعني الزوج الميت اللبناني هو أفضل مني أنا لأنا المواطن اللبناني مش من زوجها يعني سأذهب إلى أستاذة فاطمة كمون انضمت إلينا وناشطة في المجتمع المدني أريد أن أعرف منك من جديد أستاذة فاطمة حول موضوع من يمنع يعني أولا وضع المرأة في تونس بشكل كامل قبل أن أسألك الأسئلة الأخرى المرأة التونسية هي مرأة لها بعد يعني اجتماعي محسوس ولها تجذر تاريخي في المقاومة وفي تصدر الصفوف الأمامية حتى ما قبل الاستقلال هي مرأة مناضلة هي نتيجة نتاج تراكمات تاريخية عديدة ونضلات جعلت منها أيقونة للشعوب العربية ورائدة في عدة مجالات يعني لا يخفى على أحد نضال المرأة التونسية أثناء الاستعمار حتى أن أحدهن سنفت كمقاوم خطير مثل حسنية مثل طاوش بالتالي هذا يعني نحن نتابع طبعا هذه التجربة التونسية باستمرار ونتبعها خصوصا بعد تفجر هذا الربيع الذي أساسا تفجر في تونس فكيف كان ودقوا على المرأة هي دائما في تقدم المرأة لا تعرف تأخر مرأة تونسية قلنا أنها مرأة ريادية يعني نرى المكاسب التي حققتها المرأة بعد الثورة كقانون مناسفة في البرلمان المرأة لم ترضى بنظام الكوتا بل مناسفة أفقية وعامودية أصلا كذلك في الصفوف الأولى أثناء الثورة مما أربكة حتى المخابرة التونسية يعني كانت المرأة يوم أربعة جونفي جنبا إلى جنب مع الشاب التونسي ومع الشيخ ومع الكهل في الصفوف الأولى حتى أنه لم يستطع المقاومة العنفية لأنه خاف مرضة الفعل العالمية إذا استعمل أرصاب في أستاذة فاطمة في نقاش على مستوى العام الداخلي حول علاقة الدين بالدولة وطبعا التشريعات الأخيرة في هذا الشأن هل أيضا المرأة في تونس ما زالت تعاني من تقاليد معينة أو حتى من ثقل الدين على المجتمع والدولة أيضا المرأة في بلد دينة هي نتاشة راكمات تاريخية اجتماعية سياسية قلنا أن المجتمع التونسي وحسب بعض الدراسات الاجتماعية في العلم الاجتماعي وقال أن المجتمع البربري هو مجتمع أممي بمعنى أن المرأة فيه قائدة المرأة كانت سبب رئيسي في استقرار الرجل يعني تلك القبائل الروحل المرأة أنتجت ثقافة جعلت من المجتمع يبني المدن المجتمع قائم ومن زالت المرأة الريفية إلى حد اليوم هي التي تقوم بيعالة الأسرة بتربيت الدواجن بالأغنام بالصوف المرأة التونسية هي المرأة القوة هي المرأة الفاعلة هي المرأة الأم هي المرأة العاملة وما زالت تحقق عدة انتصارات سياسية سألتك لاحقا أستاذ فاطمة حول ما يمنع طبعا هناك جدل في تونس حول موضوع المساواة التي لم تحصلوا عليها حتى الآن ما بين الرجل الرغم كل ما تقدم أريد أن أعود إلى الأستاذة مونيا المنصور في المغرب حول من يمنع في المغرب من أن تتبوأ المرأة موقعها الأساسي في مجالات السياسة أو غير السياسة في هذا البلد نعم من يمنع المرأة من تبوء المكان اللائق فيها كما قلت في السؤال هل هي العقلية الدكورية هل تراجع السياسات أو هل هي القوانين أعتقد وكما قلت هي العقلية الدكورية للإشارة فقد تصاب بها المرأة بدون أن تعي لأن من يربي العقلية الدكورية هي الأم هي مؤسسة تنشع الاجتماعية هي المدرسة هي الأسرة هي وسائل الإعلام هي الحزب هي النقابة هي كلها منظومة كما قلت هي كلها بيئات اجتماعية ثقافية والتغيير لا يمكن أن يأتي إلا من هذه البيئة ولو توفرنا كما قلت على وثيقة قانونية متقدمة هي مجموعة من مؤسسات المجتمع وهي أيضا إرادة سياسية قوية نحو التغيير لستبوأ هذه المرأة مكانتها وسيكون الربح للمجتمع هذه طبعا الحالة المغربية لكن في الأردن أيضا لا أعرف إذا كان يعني ما تقول الأستاذ مونيا المنصور ينطبق على الأردن في منع أو عرقلة أن تتبوأ المرأة رغم أنها برزت بشكل كبير وخصوصا في البرلمان مواقع متقدمة في هذا البلد فيما يتعلق بمن يعطل الإصلاحات إحنا يعني للأسف مثلا إذا بدأ أحكي في مجلس النواب هو مفترض أنه أي إصلاحات تشريعية ستمر من خلاله إذا أخذت مثال قانون الأحوال الشخصية له سنوات طويلة رغم أنه مرتين تم العمل عليه ما زال هو قانون مؤقت هلأ اللي بعطل أنه يعني الإصلاحات إذا حكينا على الجانب الرسمي أو الجانب التشريعي هلأ لكن هناك أيضا ثقافة ذكرية ممكن أن تكون مسيطرة هناك منظومة ثقافية واجتماعية أحيانا بتكون غير عادلة وغير صديقة فيما يتعلق بالنساء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام وأيضا بعض النصوص القانونية اللي قلت لك إحنا قانون الجنسية يعني ما زال يعني مشكلة كبيرة بعض النصوص في قانون العقوبات بعض النصوص في قانون الأحوال الشخصية وبالتالي هي مجموعة عوامل بتلعب دور كبير في هذا السياق شكرا أستاذ أستاذ هدى راشيد طبعا الكلام يتكرر في جميع وانا في جميع مع جميع كلنا في الهدى شرقه حول موضوع والغرب وأنا أريد أن أقترب حتى موضوع الذكرية يعني مثار جدا حتى لدى الغرب في الولايات المتحدة نتحدث عن هذا الموضوع في السعودية أستاذ هدى حول هذا الموضوع العرقل الحالي اللي فوجئنا فيها أن هذا الإصلاح يأتي من فوق ولا يأتي من تحت ربما لأن المستويات المنخفضة لم تستطع قبل ذلك أن تحقق لكن حتى الآن يبدو أن هناك سلطة هي التي تجبر المجتمع على أن يذهب هل ما زال هذا الرجل هذه الذكورية هل مجالة التقاليد الاجتماعي العائلي وربما أيضا المؤسسة الدينية قد تهدد هذا الانفتاح الحالي في السعودية ربما وخصوصا المؤسسة الدينية التي إلى حد ما اندثرت إلى حد ما لكن الشيء الأعمق من هذا كله أن المرأة السعودية تعمل عندما يعمل الإنسان فهو يملك الدخل يملك المادة التي يعيش منها ويعطي الآخرين فهذه كخطوة ممتازة بغض النظر عن كل العرقلات إذا كانت تملك المادة هل القوانين تسمح لها بأن تكون مستقلة هذا كمان شيء جدا جدا خصوصا من ناحية المادية من ناحية المادية جدا القوانين تسمح لها بالتجارة الإرث لها حقوقها ولا حتى إذا كانت متزوجة تساهم في المصاريف المنزل بإرادتها إذا أرادت وإذا لم ترد فالحرية الاقتصادية موجودة عند المرأة بممتلكاتها بس العمل للمرأة هو قوة إلى حد ما قوة ضاربة تحدثوا كثير الزاملات عن الذكورية هل الرجل بدأ يقبل في السعودية وجود المرأة معه شريكي في العمل وجود المرأة معه شريكي بمعنى أنه ممكن أن تكون من الشرطة الذين يقررون إذا كان أوراقه صحيحة أو لا هل هذه الذكورية السعودية بدأت تتقبل ذلك؟ تتقبل جدا بعدين نرجع للذكورية من الذي ينشئ؟ من الذي يربي الذكورية المرأة؟ فالتغيير لازم يكون من المرأة والرجل الاثنين معا لأن الحياة مشتركة والمجتمع نصف امرأة ونصف رجل فربما موجودة الذكورية أكيد موجودة كنوع من المحاربة ضد السلطة التي ستذهب من يديها بس الشباب الموجود الآن معترف أنه يجب أن يتعامل مع المرأة كرد ستندى في موضوع التشريعات الحاصلة في لبنان حتى الآن هذه التشريعات مازالت ظالمة ضد المرأة لكن هل حتى نكون إيجابيين هل شعرت أن هذه المرأة أولا في جمعيات تتحدث أنا لا أعرف إذا كان في دول أخرى تتحدث الجمعيات في موضوع حق المرأة في موضوع الجنسي إلى آخره في موضوع أن تترجح الانتخابات أن تكون جزء من البرلمان ولو كان هذا التمثيل مازال نسبيا ضعيف 6% يعني البرلمانات الانتخابات الأخيرة أفرزت 6 نائبات على 128 نائب وبالتالي تعتبرين أنه بعد التقدم متوضع هل نحن ذاهبون باتجاه فتح؟ لأنه كل السياسيين حاليا كلهم وهذا شيء جديد أصبحوا يبيعوا شعبيتهم بالقول نحن سنعطي المرأة هي جزء لأنه صار فيه موضع اسمه تمكين المرأة صار فيه عنوين عريضة شعارات عريضة تمكين المرأة فلنجعل فلنمكن المرأة بس كلية شعارات فرغة لكن هذا شيء إيجابي أنا بشوفها شعارات فرغة عفوا بدي أعقب على سيدتي هنا الذكورية ليست فقط في عقل الرجال الذكورية الأسوأ هي في عقل النساء بتفتغير ذلك عفوا والمرأة الخاضعة هي تعيد إنتاج الذكورية بشكل أسوأ الأبشعشي أنه النساء اللي عم تتبوز تتبوأ مراكز عم تجي من حزاب سلطة عم تجي من مراكز سلطة فهي عم تكون أبواق يعني مثل الست نائبات اللي إجوا بالانتخابات الأخيرة في التجربة الغربية حتى أن النساء أتوا من أحزاب يفترض أنها كانت بفيدة ذكورية بس عم يشبهوا مطالب الناس في لبنان النساء اللي عم تتوصل من وراء أحزاب من وراء أحزاب سلطة فهن عم بكونوا ذكوريين أكتر من النساء عم يرجعوا يكرروا الأمور نفسها يعني ما في شي عم يتغير لأنه مش عم يشبهوا واجهة عن الناس الحقيقة في الخصم الأخير سنحاول أن نفهم ما إذا كانوا النساء العربية تأثرن بعضهم ببعض أم كل مرأة أو كل دولة لها تجربة خاصة منعزلة عن تجربة الآخرين بعد الخاصة أين المرأة من تحولات العرب؟ موضوع أبعاد لهذا المساء في القصم الأخير أنتقل إلى الرباط من جديد أستاذ مونيا المنصور يجب أن نعترف أن نحن نعيش في عالم وسائط العلامي الاجتماعي وبالتالي هذه الوسائط متصلة إلى أي مدى ساهمت الأنترنت الفيسبوك والأنترنت كل ذلك في رفع مستوى الوعي عند المرأة وبالتالي دفعت باتجاه تشريعات أفضل أيضا لا أخفي عليكم أن وسائط تواصل الاجتماعي في بلادي هي كما ربما في العالم هي قادت مجموعة من حسناتها أنها قادت مجموعة من الأشياء في إطار الإيجابي وفي التغيير إلا أنه خصوصا في هذا الموضوع وعن طريق دراسات ربما ومسوحات سوسيولوجية تبتة خصوصا فيما يتعلق بالعلف ضد النساء أن هذه الوسائط في أحيين كثيرة تكون مرتعا لتفجير العنف ضد النساء فيها ينتشر العنف الرمزي فيها ينتشر تحرش الجنسي لا يمكن أن نجزم أنها تلعب دورا إيجابيا قطعا أو دورا سلبيا قطعا لأنها مجال كما نعرف غير مقنن لا يشبه مثلا مؤسسة إعلامية تخدع لهيئة ولرقابة ولقوانين والأخلاقيات هو مجال مفتوح على مصرعيه في أحيين كثيرة يضر بصورة المرأة ويمارس عليها عنف في وصف التواصل الاجتماعي كما أعتقد هناك العنف ممارس على المجتمع ولكن المرأة هي ضحية له في أحيين كثيرة نحي مهمة أستاذة مونيا أشرت إليها في هذا المجال هل فعلا هذا التطور التكنولوجي ليس بالضرورة أن يكون دائما إيجابيا لمصلحة المرأة أراه دمار أنا أراه من زاوية رح قبرك كيف أرا أن المرأة العربية تعيش بين قطبين شهيقين الأنترنت والتواصل الاجتماعي وهي النماذج النسائية اللي عم يطرحوها النماذج الكردشانية والدماذج الهيفوية وقلياتهم يعني المرأة الجميلة دائما يعني فيه نماذج استهلاكية عم تطرح بالمكان الآخر المرأة ما زالت مرتبطة بموروثات ثقافية مجتمع ديء فهي ما زالت مرتبطة بهذا المحل بهذا المحل فيه هيد النماذج اللي هي بدأت تتمثل إليها فهي عم تكون مثلا إذا هلأ منتطلع ومنشوف إذا بتنزل على بيروت أو على أي شارع من ضحي الجنوبية في لبنان بتشوف مودة المحجبات الجديدات المرأة محجبة ولكن تضع طلق أضافر مكياج ملابس جدا مثيرة فهي نصف متدينة ونصف متحررة نعم لأنه هي الموروثة الاجتماعي تبعها هي متدينة بيئة متدينة فهي تريد أن ترضي ربها وتتحجب وتريد أن تتمثل مع هذه الشخصيات اللي عام تشوفها فتكون نصف متدينة ونصف متحجبة وهذا خليني بس أكمل فكرتي أستاذ محمد وهذا بينطبق على كل مسارات للمرأة العالمية نصف متدينة ونصف متحجبة نصف زوجة نصف عشيقة نصف أم هي نصف في كل شيء هل لديك نفس الشعور أستاذ أنعام العشي أن هذه الوسائط هذا التواصل الاجتماعي هذا الحداثي وهذه العولم الإعلامي قد لا تكون كثيرا مفيدة أو غير مفيدة للمرأة بالتأكيد إتاحة المعلومات من خلال استخدام العالم التكنولوجيا بشكل عام ومنصات التواصل الاجتماعي هي إحدى المتغيرات الهامة جدا والتي تركت أثرها لكن كمان أنا أقول لك مثلا لما في بلد زي تونس ولا زي مصر ولا أي بلد في العالم بتغير على تشريعاتها فيما يتعلق بالنساء وحقوق النساء أخذ مثال قانون الجنسية مصر غيرت المغرب غيرت تونس غيرت من القديم الناس لما بصير سهل جدا وصولها للمعلومات ولهي المعارف بيكون يعني هذا عامل قوة لأنه بيجعلهم يعني يستحضروا هاي النماذج وبتكون هي وسيلة للضغط لاتجاه تحصيل الحقوق للنساء لكن كمان ذي بتطلع من الجانب الثاني إذا كانت المعلومات مضللة والمعلومات غير صحيحة والمعلومات يعني ليست أكثر من إشاعة وكثير من مواقع التواصل الاجتماعي تتناقل أحيانا معلومات غير دقيقة ويعني غير صحيحة بالمطلق وهذا بيعمل إشاعة على البلبلة وبخلق يعني جو غير صحيح فيما يتعلق بدقة المعلومات هي مهمة المنصات هاي إذا كان يعني ما يذكر عليها هو دقيق وصحيح لأنه هي أثرت أصلا بمسيرة الشعوب وليس بمسيرة المرأة ولكن بدنا نكون حرصين ودقيقين فيما يتعلق مع ما ينقل عبر هاي المنصات بالانتقال إلى تونس أستاذة فاطمة كامون طبعا واضح شدا أن هذا الانترنت هذا الوساط التواصل الاجتماعي تخبر كل مرأة عربي بما يحصل في بلدان أخرى هل هذا تلاحظونه أيضا في تونس هو التواصل الاجتماعي إذا أراده شخص أن يكون بنيا للوعي سيكون بنيا للوعي وإذا أراده شخص آخر أن يكون وسيل الترفيه سيكون وسيل الترفيه يعني حسب المستعمل هذه العالم الذي اكتسح البيوت العربية والعالمية بصفة عامة وجعل من العالم قرية هو حسب من يستعمله ولكن لا ننسى أنه نعم رفع من نظرة المرأة حتى إلى نفسها يعني عندما تدخل المرأة في حوار سياسي أو في حوار اجتماعي هي ستبني وعيها حبة بذلك أو كرية يعني حتى لو كانت من دخلت لهذا الفضاء من باب البذخ يعني الفكري لكنها ستجدون نفسها ترد الفعل ستجدون نفسها في حوار ربما كان حوار فكري واعي تبني به بعض ما فاتها أو ما غاب عنها شكرا أستاذ فاطمة أستاذ هدى الرشيد في المرأة السعودية التي أولا يجب التنبيه أنه كل ما يحصل حاليا في السعودية جاء بعد سنوات من حملة ابتعاث أطلقتها المملكة في عهود مختلفة وخصصا في عهد الملك لراحل الملك عبدالله وبالتالي هناك آلاف من الشباب والصبايا السعوديين والسعوديات الذين التقوا في الغرب مع قيم أخرى وأتوا به هذه القيم أولا لا أعرف إذا كان هذا أثر على التغيرات ثانيا هذه السعودية المتصلة بالأنترنت بشكل عالي جدا هذه المرأة السعودية تريد أن تصبح أي نموزج أستاذ ندى لمحت إلى النمازج التي نشاهدها التي يريد الجميع أن يقلدها لكن هذه المرأة السعودية ما هو نموزجها الحالي؟ طبعا الإبتعاث أثر تماما وأثر بشكل عميق أن المجتمع تغير إلى حد ما خرج نطاق حتى مجتمعه المغلق الذي كان مغلقا المرأة تطلعاتها ما هي كثيرة جدا تطلعاتها أن الحرية الشخصية تكون لها استقلاليتها اختيارها هذا أهم شيء للمرأة والرجل أيضا لأن هذه الإفادة تعود على الرجل والمرأة إذا المرأة حرة الرجل حر إذا المرأة مستعبدة فالرجل مستعبد أكثر منها وكل شيء ينبع من البيت البيت الذي يضم الزوج الزوجة الإبن الإبنة وكيف النشأ فطموحات المرأة العربية كأي المرأة السعودية كأي طموحات المرأة العربية يعني الأساس المال لكن هذه الوسيلة طبعا قبل سنوات كانت هذه الوسيلة الاتصال يعني تصدر إرهاب وتعلم الناس على الإرهاب هل هذه الوسيلة بإمكانها أن تكون وسيلة يعني إقناع المجتمع بالذهاب أكثر وهو ما يحدث الآن كما في السابق كانت بهرجة أنا سميها بهرجة الآن ربما الأمور استثبت أكثر ما زال في بهرجة إعلامية وكأنها قبائلية كل عشيرة ترى ما تريد وتشاهد ما تريد وتنتمي إلى ما تريد له بهرجة شديدة لكن إلى حد ما فيها مساهمة إيجابية أريد أن نعود إلى عمام أستاذا نعام كيف ترون من عمامنا لأردن تقدم أو تخلف المرأة في بلدان عربية أخرى هلأ المعيار التقدم أو التخلف أنت بدك دراسات دقيقة وبدك أرقام حقيقية تستند عليها يعني بدك مصطرة علمية دقيقة اللي تقولوا أنه هنا المرأة في هذا المجال هي متقدمة وبهذا المجال هي متأخرة هلأ بالمنطقة العربية بصراحة وحتى يعني ممكن إحنا جزء من هذا العالم هناك نوع من التذبذب فيما يتعلق يعني خد تتقدم المرأة في مسارات معينة وبشكل جيد وخذ عندك إحنا بسلك التعليم يعني في الجامعات بتلاقي النسبة الأكبر هما من الإناث المعهد القضائي نسبة كبيرة هما من الإناث في مواقع معينة نسبة كبيرة من الإناث في مواقع أخرى بتشوف أن المرأة بتكون يعني تكاد تكون غير متواجدة وإذا أخذنا كمثال ومثال موجود وقريب ويعني وتم تداوله أيام يعني الإعلان عن نتائج انتخابات نقابة المعلمين رغم أنه القطاع الأكبر من العاملات في سلك التعليم هو من النساء لكن للأسف ولا إمرأة كانت بالنقابة وهذا كمان بيقولك أنه هنا في تراجع هنا في تأخر هنا يجب العمل عليه هي مجموعة من العوامل بصراحة يعني ممكن تلعب باتجاه تدفع المرأة تكون موجودة بقوة في محور ومحور ثاني تكون موجودة بضعف لكن أنا اللي بدي أحكيه أنه كل ما كانت التشريعات عادلة ومساوية ومحكمة وبتحقق العدالة للمرأة والرجل بعتقد بتكون هاي أحد الروافع الهمة في تقدم النساء كل ما كانت التمكين الاقتصادي يعني تمكين حقيقي وفيه فرص عمل حقيقي وفيه أجور عادلة وفيه خدمات حقيقية للنساء في بيئة العمل تشجحهم على العمل كل ما كانت النساء عم تتقدم كل ما كان فيه مطبات أخرى بترجع المرأة للوراء أو يعني بتقلل من فرصة مشاركتها بتكون هناك تأخر في هذا الجانب فهي يعني معادلة لها علاقة بكل يعني بمجموعة من المحاور أو مجموعة من النقاط إذا ما توفرت نحن بروح بالاتجاه نكون أقوية وحاضرين ومش ما تراجعين وكل ما تراجعت هاي المنظومة أو مجموعة هاي الخدمات والتشريعات أو كانت غير عادية لإحنا بترجعنا للخلف خطوات كبيرة أستاذة مونيا المنصور في الرباط ماذا تعرفون عن المرأة في البلدان العربية الأخرى هل لديكم فكرة عما يجري مع المرأة في تلك البلدان ليس لدي تقييم تقييم جاهز لوضع البلدان العربية الأخرى بشأن وضع المرأة فيها أعتقد أن بلدي والبلد المجاور تونس من البلدان ربما هناك بلدان أخرى كالأردن كاللبنان من البلدان التي فيها وضع متقدم للمرأة بالرغم من كل ما قيل نظرا لجهود الفاعلين المدنيين نظرا لإرادة سياسية أيضا لا يمكن أن نتحدث عن مجهود دون إرادة سياسية دون مناخ سياسي يهيئ لهذا التغيير ونظرا أيضا لترسان القانونية إلا أن المسير ربما يتطلب جهودا أكبر على مستوى التنشئة الاجتماعية في نظرة المجتمع للمرأة والتي تبدأ من الأسرة إلى المدرسة إلى وسائل الإعلام كما ذكرت في تونس أستاذ فاطمة كمون طبعا نفس السؤال والإطلالي الكل في النساء العربي ينظرون إلى يطلون على التجربة التونسية بصفتها ممكن أن تكون مرجع أساسي لأي تقدم بالمرأة في العالم العربي أنتم في تونس كيف تنظرون إلى المرأة في الخارج هو أكيد تقدم يعني الآن كل المنابر تتحدث عن أن المرأة التونسية مختلفة على النساء الأخرى نتيجة التشريعات قلنا نتيجة تراكمات ولكن ليس نتيجة الاستقلال كما يذهب بظن البعض يعني برغيبة الذي حرر المرأة بمجالة أحوال الشخصية مجالة أحوال الشخصية هي تقنين لواقع اجتماعي قلنا أن أروى القيروانية كانت سابقة لبرغيبة قلنا أنه المجتمع يعني في عهد البيات لم نعرف بي عدد الزوجات هذه التراكمات الاجتماعية والثقافية جعلت من المرأة التونسية في الصدارة يعني ما حاليا نناقش في المساواة في المراث وهو من الجانب الحقوقي أكثر من الجانب الديني وسنذهب إلى ذلك وسيتبعنا بعد 30 أو 40 عام دول عربية أخرى يعني نحن دائما نسبقهم بخطوات عملاقة ونرىهم في الأخير التي تحقون بها يعني المرأة التونسية كانت مرأة برلمانية قبل النساء العربيات كانت رأست القضاء ومحاكم قبل النساء العربيات أخرى قانون لم ترد قانون الكوتا كما ذكرت يعني في البرلمانيات العربية المرأة التونسية أكثر تواجد طبعا لا شك بي طبعا هذا يحينا إلى السؤال أشكرك جزيلا شكرا سيدة فاطمة كمون حول هذا النموذج التونسي طبعا تونس من الدول الأولى التي عملت بمبدأ العلمانية منذ الرئيس برقابة تم بعد ذلك تخفيف هذا الجرعة وتعود هذه الجرعة والنقاش أصبح علاني وشفاف في هذا الموضوع هل في لبنان تعتبرين أنه مرجعي نحن نعتبر في أي دولة عربي لو كانت جارة لفرنسا أو الولايات المتحدة كان التأثر بما يجري هناك كان أكبر هل نحن أساسا في دولنا مشكلتنا أن بقية الدول العربي لم تخطو خطوات كبرى تضطر المجتمعات والقوى السياسية أن تخجل على نفسها في هذا المجال عندما يصبح هناك تقدم في تونس أعتبرين أنه هذا انتصار في لبنان نعم أكيد أكيد لأنه كلنا في الهم شرقه يعني نرجع من عيد لو نحط عنوانا للحلقة كلنا في الهم شرقه أكيد لكن يعني بعتقد دايما أنه بما أنه الأحوال الشخصية في لبنان هي مازالت تابعة للدين فبعتقد أنه الموضوع ما يقوس منه لازم نعم نعم أستاذ هدى التقدم من الذي بدأه في تونس برقيبة وهو شخص آخر يوسف ذكوري فنعود إلى المنشأ البيت لا بد أن يبدأ من البيت هو أكثر من البيت لأنه برقيبة بصفة حاكم سياسي باستطاعته أن يجبر هذا المجتمع من خلال القوانين وبالتالي لا أعرف إذا كان يجب انتظار البيت حتى لا يعني مثلا والسعودية نفسها يعني كما قلت الملك عبدالله أرسل بعثات الخارج كانت سياسة أنه هذا الشعب لابد كانت تحضير كانت تحضير للتغيير وهذا اللي حصل يعني هذا اللي رأيناه فرجل أيضا في موضوع شهر زادات لبنان طبعا الفيلم أخد أعتقد جائزتين جائزة بأمريكا جائزة مهرجان لندن لأفلام وسائقي نعم وهل كانت الجوائز لدواعي فنية أم أنه يعتبروا أن القضية فعلا القضية كتير كانت يعني عوجت بطريقة كتير هيكي ساد أو شفافة والأربع شخصيات اللي شاركوا معي مشكورات شاركنا معي مشكورات هني ضحيات ضحيات في الواقع يعني واحدة منهم سجنت لأنها رفضت أن تسلم ابنة لزوجة وهذا طرحت فيه مشكلة الحضانة بلبنان أنه الحضانة بلبنان للرجل عند بعض الطواقف سنتين الرجل بيأخذوا ولد من أمه فهي منعت رفضت سلم ابنة للدرك فهي سجنت وهذه القضية حركت رأي العام في الشارع اللبناني وجبت أنا الضحية وطلعت معي بالفيلم وحكت قصتها اللي شفناها اسمها فاطمة كل اللي شاركوا بالفيلم كانوا ضحايا حقيقيات ومشان هيك الفيلم وصل كتير يعني الوجع تعوله كان كتير هيكي صارخ فاكرة بفيلم مثلا تتحدث فيه عن النساء الذين اللي انتصروا ليس يعني ليست المرأة الضحية من المرأة المنتصرة فيه نساء انتصروا بس التمن كتير غالي محمد يعني الحرية لا تأخذ الحرية تنتزع انتزاعا وانا دايما بشوف انه المشكلة بالمرأة وعندي المرأة ولازم تبلش من المرأة انه ليش المرأة تذهب الى الاستسلام الخوف والقناعة خوف من الرجل لانه مثل ما قلنا الرجل بيطلق الحضانة بايده الاكتر شي يعني بيكون هو اقتصاديا احسن من المرأة والقناعة المرأة بكتير محلات بتدافع عن الرجال المرأة بتدافع عن الرجال مثلا انا مرأة سألت مرأة مغطي جسمك كلية وانا مش ضد الحجاب امي متحجبة واختي متحجبة قلتلى ليش انت بيعز الحرب ببيروت مغطي جسمك قالت ليه اذا انت حد عطاك بقلاوة بييد مكشفة او بقلاوة بييد مغطي ايا بتحبي اكتر فانا قلتلى مين قال انه انت بقلاوة بس هني بيقتلوا فيها فقلتلى مين قال المرأة بقلاوة اصدل فكرة انه المرأة اذا بدت تشوفها لانه هي قطعة حلوة لازم تتغطى انه هي تابع هي عورة هي بحاجة لبية ولا خية ولا صديقة ولا زوجة راح نضل بهذا المحل حاولنا في ابعاد هذا المساء نتساءل عن وضع المرأة في التحولات العربية طبعا كان عنا خمس شهادات من خمس بلدان عربية نتمنى ان نكون فتحنا باب للنقاش وليس باب للأجوب الخالصة أستاذ ندل الحقيقة الكتبة والإعلامية أشكرك جزيل الشكر روائية السعودية والإعلامية أستاذ هدى الراشيد كان معنا من عمان أستاذ إنعام العشي من الرباط أستاذ مونيا المنصور ومن تونس الأستاذ فاطمة كمون شكرا لانتباه إلى اللقاء اشتركوا في القناة